مره جديد بيثبت لبنان وجوده على الخارطة الثقافية بالعالم من بعد ما تم إطلاق مهرجان مسكون الأول والفريد من نوعه بالعالم العربي كونه الوحيد اللي يعنى بأفلام الرعب والفانتازيا والخيال العلمي مهرجان مسكون رح يمتد بين 14 و 18 أيلول بسينما متروبوليس وسيختتم بعروض الأفلام عربية أصيرة بين أربع لبنانية الممثل العالمي ميشيل رودريجز قريبا بدور متحول جنسيا بفيلم توم بوي حيث بتلعب ميشيل دور قاتل مأجور تم تحويله إلى أمرأة وبتقول بأنه من خلال دورة رح يتم تسليط الضوء على كل المشاكل يلي بيعاني منا المتحولين جنسيا بالعالم هالتصريح هو حسب ما ورد ببعض الوسائل العالمية الأمريكية ما أنا على كثير من المتحولين والجمعيات الدعمة لهم كون بنظرهم كان على المخرج أنه يستخدم ممثل هو فعليا متحول جنسيا شكلت إرادات فيلم The Sea of Trees للنجم ماثيو ماكنوغي والنجم ناومي ووتس صدمة لكتار من نؤاد وعشاء السينما فعلى مدى خمسة أيام من عرضه وتمكن الفيلم من جمع 2700 دولار فقط بشباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية فيلم بحر الأشجار بيروي حكاية أمريكي سافر إلى اليابان للانتحار عن صفح جبل وبينما هو باليابان بيلتقي بأحد السكان المحليين لأجوا لنفس الغرض بذكر أنه فيلم Sea of Trees شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينماية عام 2015 إلا أنه ما حصل على أي جائزة ويمكن يكون هذا هو السبب لدفع الجمهور على الأغلب لعدم الاكتراس له هيدا كان كل شي بالنسبة لنشرت فن الخبر للليلة